مشاهدي أونتايم سفورس في كل مكان وحلقة جديدة من ألعب أونتايم الكلام بقى لكبير واللي خايف يروح واللي حيفتكر انه هو كسب الدوري حيخسره واللي حيحس انه خسر الدوري حيكسبه والجمهور هو اللي حيفنش النتيجة في الآخر ايه الكلام الكبير ده ايه الكلام اللي انت بتقوله ده ماهونا هنا بفضل الله فضل الله يعني عندنا رؤية سابتة كل يوم بتيجي بتشغلنا على المريح بتخلينا مستريحين يعني ايه يعني واضح ان اداء اللعب المصري دائما وابدا زي رسم القلب طالع نازل طالع نازل طالع نازل الاداء ده ما بيتبعوش ما بيتبعوش انك تبني وتروح في السماء وانك تهدم وتنزل في الارض وقلت قبل كده الاهلي هو في اصعب حالاته واسوأ حالاته الفنية قلت الاهلي يمرض ولكن لا يموت ده الحلقة اللي فاتت وقلت كمان ان الاهلي قدر ان هو يعود في اي وقت وقلت ان الاهلي ما يخسر ما بنهدش البرج كله ما بنهدش البرج كله بناخد الامور واحدة واحدة النهاردة اقدر بالفم المليان اقول لكم ازمة الاهلي ومشكلته ازمة الاهلي ليست في ادارته ازمة الاهلي ليست في ادارته لا مجلس ادارة الاهلي ولا الادارة الفنية لاني ما اقدرش النهاردة قايم الراجل ولا في مباراة فيوتشر ولا في مباراة بيراميدز لان لازم ياخد ست سبع مباراة عشان نشوف الطريقة عاملة ازاي ولكن أزمة الأهلي النهاردة هي في لعبته هل معنى كده أن الأهلي محتاج لعيبة ومحتاج فرقة ومحتاج نص فرقة وكلام لا 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 خالص أنا أقصد أن أزمة النادي الأهلي في تزبزه بمستوى لعبته وطالع نازل طيب واحد يقول لي لا أنت غلط أنت صح اسمع مني واشتقي وبعد كده قيمني المدير الفني للنادي الأهلي سوارش بيشتغل مع النادي الأهلي بسيستم تدريب معين الاستحواز والضغط العالي والكرة تجيب خمس ثواني وحاجات قلت لك قبل كده إما النهاردة الراجل بعد المباراة بعد المباراة يقول للمقربين أن أنا فجئت بمستوى لعب الأهلي وتزبزه بمستواهم وقال النهاردة أني كنت أتوقع أداء مختلف لبعض اللاعبين ما لقتوش ودي مفاجأة بالنسبة لي حتخليني أقرر حاجات تانية الفترة الجاية ده 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 قالوا للمقربين في الجهاز الفني ليه طيب في المؤتمر الصحف قال إيه قال أنا ما عنديش مشكلة أن فرقتي تخسر بس مش بالشكل ده إذن هو النهاردة عنده علامة استفهام وتعجب الراجل النهاردة اتخض منين دي اللعيبة للعبة فيوتشر ومنين دي اللعيبة اللعبة أمام بيرامدس الأول بيرامدس عمل مباراة كبيرة النهاردة أمام النادي الآلي واستحقوا ألف مبروك والحقيقة عنده فخر الدين بن يوسف واحد من نجوم اللقاء ورمضان صبحي رمضان صبحي النهاردة واحد من نجوم اللقاء بلا منازع أدى أداء أكثر من رائع حقه زي ما انتقدناه في لقطة عملها استهلاكية اشتركوا في القناة